الحمد لله النهاردة يعني انتهى مرة سنتويل من الانتخابات اللي قادتها اللاجدة اللي دعولي الانتخابات التفريق قبل مركوب مفارضية باجراء الانتخابات على كل مستونات التنظيمية الموجودة بالحزب في كل المحافظات المحتمدة في الحزب تقريباً اعملنا انتخابات في 12 محافظة في 40 امانة في معظم الشيخات الموجودة المحتمدة في الحزب موراً بالمؤتمر العام وانتخاب 49 لعضوية الهائة العليا بالحزب وانتخاب المجلس الحكماء الاعلى وانتخاب المفارضية العليا للانتخابات الداخلية كان اخر خطوة في بناء الحزب التنظيمي كان النهاردة انتخاب المكتب السياسي وامن صندوق الحزب اللي بيكونوا من الانتخاب من اعضاء الهائة العليا كان تقدم الانتخابات على الامن الصندوق موشحين فاز نهاردة موشح منهم اللي هو الأستاذ ماندوح محمود ابوهيم الشايب هو اصبح امين صندوق الحزب وانتخاب السياسي الحزب كان فيه الاربع اعضاء منتخابين تقدم عليهم 13 موشح لاختيار اربعة منهم فاز اه منهم استاذ فكري نبيل اه استاذ فكري نبيل محمد احمد وادكتور احمد اسماعيل شكري واستاذ محمد نتحت مرزوق منظور واستاذ محمود جمال ابو النصر بكده اه كانت نسبة الحضور النهاردة غير مسبوقة تقريبا ان الحضور للتصويت كان عمل نسعين واربعة من عشر في المية من اهم حق التصويت في الهائة العالية وده اعتبر رقم رقم كبير يدينا تفاؤل ان شاء الله يعني اصرار الناس دي على انها بتحتها عشان تنتخل مكتب سياسي هيكون له مرضود على الاداء اللي جوة المكتب السياسي وابكده انتهت كل الانتهابات الموجودة في كل مؤسسات الحياة لو في اسئله اشتركوا في القناة